كور نميرو 5 نعم إذا أتى أهله قال بسم الله الحديث في الصحيح لماذا لمن أقرأ ستة حديث أوضح أي النص لماذا لا ستة دليل في غير الوضوء أولا ما هو دليل صحيح أحسنت نصوص صحيحة وواضحة لكن سضعيف هذا الصحيح أنها مستحبة كذلك أدليل من القرآن أدليل من القرآن أضيك الباب لمن بخاري لحديث لسل دليل إن شاء الله الاستدلالي قوي ما هي الآية فضل نعم أحسنت ما ذكر البسملة التسمية وأننا نعرف أنه نعرف أن هذا الصحيح أدليل من قبل البسمية المترجم للقناة 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 إما أنه أعب المسلمين لك فهل العظام يفعل أنه فقط بها الأعواجب أعب المسلمين يدعني أخطك يمكن أن يمكن أن يكون القادمة on vera cette요bite quand on arrivera page 66 قال الله عزوجل vous avez compris أنظورة les mains trois fois au départ de l'odo au début c'est une sonna ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas l'إمام النووي l'attifak l'ultima maintenant contractors 村ة les mains après cette réveille ce n'est pas pareil je peux faire et tu ne n'étais pas réveillé je te lave trois fois les mains c'est une sunna لكن الآن بعد هذه الغذية قال عليه الصلاة والسلام إذا استيقض أحدكم من نومه فلا يدخل يده الآن ينهي قبل أن يغسلهم ثلاثا donc النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام ينهى عندما نرد نومه dans le récipient 76003 fois page 157 فتح العلام المجلد الأول حديث numéro 35 قال وعنه أي أبو هريرا رضي الله عنه إذا استيقض أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده متفق عليه وهذا لفظ مسلم vous avez remarqué qu'il change pour rapport à notre طلب نحن إذا استيقض أحدكم من نومه فلا يدخل يده بالإناء فلا يغمس يده بالإناء هنا لا يدخل هنا لا يغمس c'est la même معnade هذا صرف مسلم إذا استيقض أحدكم من نومه فلا يغمس فلا يغمس فلا يغمس يخل مینات وليس يدخل دخل المجلد يمس يدخلهم ثلاثا لماذا؟ النبي سرنا جدا في الس gegeben فلا يدخل هم يدري أين باتت يده تقلت له بريد أنت تمت عدم لقد أمتبت ترحب أنت تتوقف وقاعدته عندما يعرفت ذلك عندما يعرفت ذلك قال في الوصول الألم على الجبار كبيرا قال للنهاء عن غمس الهد والليد في الانه قبل غسله نهي تنзыه نعم فليهذا نحن 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 نقول هنا فلا يغمس أو فلا يدخل فلا يدخل جمهوري الأعلم يقول فلا يقول نهي سميباب التنزير أهيه سيكون مكرو فقط الو ميوه ستصر بلما هذا سيقول قال والقارين السارف عندهم عن الوجوب دكر العدد ثم فعليه لذلك فعليه ثم فعليه لأنه يريد هذا بحالة من نفسه est-ce que c'est obligé de quand tu fais le dos tu te laves les membres trois fois on va voir على الصحيح ce n'est pas obligé الواجب c'est une fois الان يقولون النبي صلى الله عليه وسلم il a démontré celui qui se lave il se lave les membres trois fois ça montre que c'est une sunnah ça serait obligé il aurait dit une fois هذا في نظر قال فإن ذكره في غير النجاس العيني يدليل الند ولأنه عللا بأمر يقتد الشك نعم لأنه il n'est pas sûr فإنه لا يدري أين باتاتيادو la حقيقة il se lave les mains il n'a pas de d'alil qu'il y a une نجاسة dans les mains لكن c'est مباب l'حتياط eux ils ont dit donc c'est مستحب il n'y a pas de نجاسة donc c'est mieux pour s'écarter du doute tu te laves les mains ils ont conclu أنه c'est مستحب قال ولي أنه عللا بأمر يقتد الشك والشك لا يقتد الوجوب في هذا الحكم استوسحاب لأصل الطهار ils se sont basés en الأصل c'est الطهار donc ils font un délil pour démontrer qu'il y a une نجاسة l'un تلان tu as dormi l'asle c'est le théma il n'y a pas de نجاسة tu dors tu te lèves il y a un doute il y a un ihtimal c'est possible فالياد النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنهو لا يدري أين باتاتيادو avant ils ont dit donc l'asle c'est qu'on reste qui l'est à الطهار donc se laver c'est مستحب il n'y a pas de نجاسة c'est ça c'est l'asle قال وذهب أحمد في المشهور عنه أحمد محمبل رحمه الله وإسحاق ابن رهوي وأهل الظاهر أهل الظاهر ونبيدي المراد c'est داود الظاهري ceux qui l'ont suivi ابن حزم ابن حزم قال إذن الظاهر الأمر في حديث الباب وهو ترجيح ابن حزم والصنعاني سمم ابن عطيمين وغيرهم هؤلاء ils ont dit c'est wajib قال وهاذا هو الصحيح والله أعلم لأن النبي صلى الله قال فلا يغمس فلا يدخل النبي صلى الله نها ça montre que c'est wajib de se laver les mains avant de rentrer tes mains dans le recipient بعد النوم قال هذا قال الشيخ وذكروا العدد لا يدون على عدام الوجود صحيح il y a des wajib c'est il y a عدد كبير ça ne veut pas dire que c'était trois fois donc ce n'est pas obligatoire là le وجود c'est حقم شرع il abud من دلي قال وكاد تعليل بشيك لا يدون على عدام الوجود là شك لنا le حديد on est tous d'accord on a celui qui se lève il a un doute il a un doute peut-être que ses mains ils ont touché une najassa peut-être qu'il a mis ses mains dans un endroit peut-être مع رو لكن est-ce que ça veut dire ce après 7 réveiller مثلا un salat al-fajr tu as dormi toute la nuit tu te réveilles tu veux faire lodo tu te lave les mains trois fois c'est ça c'est wajr une autre mesele et c'est la deuxième est-ce qu'il y se l'a de la n'au m'an n'ahar est-ce que c'est pareil la nuit et la journée pourquoi c'est 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 pour le le il ne sait pas où sa main était pendant la nuit c'est pour la vous allez voir que c'est 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 la 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 majorité ils ont dit que ça l'an la 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 قول قوي لماذا لأن لغيسك سلم واستدلوا بقوله من نومه نوم الليل والنهار فهو يشمل نوم الليل والنهار وقاص نوم النهار على نوم الليل قول طيب قال وذهب أحمد وداود لاختصاص بنوم الليل لقوله في آخر الحديد صلى الله عليه وسلم باتت يده قال لأن حقيقة المبيت أن يكون في الليل أي سفي الليل وفي رواية لأبي داود ساق مسلم سنادها إذا قام أحدكم من الليل أي رواية هذه صحيحة إذا قام أحدكم من الليل هذه صحيحة سي كالكاً دبو سغيفي لانوية هذا لعب للمان خوف حقيقة قولوا أين باتت يدو كذلك c'est une إشارة pour لانوية لكن هذا إلي صحيحة ولي أبي عوان في رواية ساق مسلم سنادها إذا قام أحدكم إلى الوضوء حين يصبح أي سي كالكاً دبو يصبح وفي رواية وفي رواية إذا قام أحدكم من الليل وفي رواية قالوا هذا القول هو الراجحة والله أعلم شير نحيزان il a choisi le deuxième قول وفي رواية وفي رواية وفي رواية شير نحيزان حقيقة وفي رواية 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 كافة إلا ما حكاها أصحابنا عن الحسن البصري فلي هذا إلى بصة الإجماع لا بدي أجمع أو الانتفاع إلى هذه العلمة كافة تولي سابن صوف الحسن البصري أي الحسن البصري الآن سيلا خالب نصة مسألة رحمه الله يبقى إجماع لأنه سع إمام في السنة فالمسألة شدي قول كافة العلمة عامة العلمة صوف الحسن رحمة الله عليه قال الحسن يَنْجِسُ إِنْكَ نَقَام مِنْ نَوْمِ اللَّيْل vous avez remarqué الحسن البصري il a fait la différence entre مِنْ نَوْمِ اللَّيْل وِنْنَحَر فَيُلَا دِي سِيْ سِيْتَ سِيْتَ مِنْ نَوْمِ اللَّيْل وِيْلَسَيْتَ يَنْجِسُ يَنْجِسُ يَنْطِسُ يَنْطِسِيْمَنْ الماء تتساسة تتساسة تشغيل المقاطعью تسى الايجاب و الأولى مخاطعة حتى فأنت لا تتساسة في هذاyr هناك الفثة و لديه نقطة و لديه النقطة لا يمكن أن يتساسي وتساسيه يمكن أن يكون سيدًا والفوط بلسكة أهلا قال ينتش أنها ما أنقام من النوم والليل و أخغل هذا عن إسحاق بن رعويل محمد بن جارير وداود و هو ضعيف جدا كافة العلماء سوف الحسن كذلك حكية بقى الحسن الشيخ لا ستي بالجزب ما حكاه أصحابنا عن الحسن كأنه يسير الإمام النووي أن الحسن يلاتي سكلام أما إسحاق ومحمد الجريل وداود يلاتي حكية هل سيصحي عنهم أم لا الله يعلم لكن ياسو قولنهم إذا خالف في هذا فقول كافة العلماء إما الأربعة وغيرهم إذا نقول أنه هو الغشد فراب ولو سيصحي على غليمات خوافة تنشف عن النجاسة إلا الحسن البصري وحكية عن إسحاق ومحمد بن جريل وداود وهو ضعيف جدا لماذا؟ قال لأن الأصل طهارة الماء واليال هذا هو الأصل شتغيبيه ستماع ستطهير يبقى النجاسة سوف سيكالكي تموت مثلا قال فلا ينجز بالشك وقواعد الشرع متظاهرة على هذا ولا يمكن أن يقال أبدًا لأنه هو الغشد نعم هذا هو الأصل إن الأصل سيكلا وكما يوجد الأمر لا يوجد الأمر وكما هو الغشد سبحانه كذلك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وتعود